في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد الأستاذ الدكتور مراد الجنابي أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي في جامعة العلوم التطبيقية أكد أن استقبال جلالة الملك المعظم لقداسة بابا الفاتيكان يجسد انفتاح البحرين على مختلف الثقافات والأديان وينسجم مع مظاهر التعايش على مر تاريخ البحرين العريق هذه الزيارة الطيبة والدعوة الكريمة من جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه هذه منسجمة مع العمق التاريخي لمملكة البحرين جلالة الملك صاحب المشروع الإصلاحي العجيب وصاحب الرسالة العظيمة في السلام والمحبة والتعايش السلمي فيقول الشاعر على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم فملكنا ذو قدر ومكانة فكرية ووعي رشيد وفكر سديد تخرج منه مثل هذه الدعوات رسالة للعالم كله يا من تعشقون الطمؤنين والسلام والاستقرار عليكم بمثل هذه الفعاليات التي تفتح الأبواب للقلوب والأفكار وتدعو الأجساد للتعايش لينعم المجتمع الإنساني بالمحبة والسلام والتقدير والاستقرار والطمؤنينة ترجمة نانسي قنقر